اه طيب ازايكو اصحابي عاملي ايه انا احمد شيتون. هذا ان شاء الله طلع اتكلم معك وكده لو انت مثلا جايب شاشة جديدة وعايز تعمل لها اختبار ديد بيكسل او حتى لو انت عندك شاشة قديمة وعايز تأكد ان الشاشة غلب كفاءة او مفيش فيها اي ديد بيكسل ظهر. طبعا سريعا كده اللي مش فاهم اصلا او مش عارف يعني ايه ديد بيكسل دي يا جماعة بتبقى زي يعني ايه اه نقطة صودة كبتبتبقى في الشاشة حاجة زي الصور اللي قدمنا هنا دي كده انت الشاشة بتاعتك مسلا ممكن بيبقى فيها ايه بيكسلات اتفط او بيكسلات زي بقولوا كده بيسموها ديد ميتة يعني فانا هاوريكم ازاي تعمل اختبار لو انت مسلا جاية بشاشة جديدة لازم تتأكد ان انت مفيش فيها اي ديد بيكسل خالص عشان لو فيها حاجة زي كده تلحق سريعا ممكن تعمل يعني مرتجع او ترجعها الراجل انت جبتوا منه ويديك واحدة يعني مكانها جديدة او حتى لو انت عايش ستطم من عشرة اللي موجودة عندك فعلا هل هي شغالة تمام وما فيش فيها ديد بيكسل ولا حاجة ولا هي اه ظهر في حاجة زي كده فالموضوع بسيط جدا كل عليك انك هتفتح اي مرازر عندك وهتيجي كده في المصفح بتاع جوجل مسلا او البحث بتاع جوجل يعني وهتكتب ديد بيكسل تست وهتخش على الاول نتيجة بحث النتيجة دي هنا كده هتقوله هنا كده هتلاقي هنا الشاجة ظهرت لك كده هتضغط بس بالماوس كله ده اختب الماوس اللي اخبرنا جماعة كان فيه في الاول لون جري بعد كده هنا مثلا فيه لون اصمر هتضغط تاني بالماوس هيزار لك اللون اللي هو الاحمر ده انت بقى تبص بعينك كده هل فيه اي بيكسلية مطفية يعني الشكل لاب نورة باحمر ولا فيه مسلا لامبة صغرة كده او بيكسل مطفي فكذا ضغطة تانية هيجيب لك مسلا اللون الاخدر فانت برضو اكتبص بعكاية مسلا اللون الازرة طبعا هو هجيب لك اللي هو الارجي بي اللي هو ار اللي هو ريد يعني والجي اللي هو جريين والبي اللي هو البلو يعني باكاية التانية هيرجع يرجع لك على اللي هو الجري وهكاية الاسمر وهكذا طبعا العاصل عملية وتعمل بتطلع من الاختبار ده فبمنطقة البساطة هو ده كان الاختبار يعني تخش كده تقعد تقلب بالماوس وتشوف لو انت عندك اي ديد بيكسل ظهر عندك وان شاء الله بقاش في حاجة سنة